دعونا نتكلم عن موضوع البرون والصين وهونج كونج وديرل موري والروكت فهذه الأمور كلها لصرت فترة الأخيرة بداية القصة الجنرال منجر أو مدير فريقه يوستر روكت حتى غريدة فيها صورة أنه يساند ويوقف كرأي شخصي يوقف معه اللي قاعد يصير في هونج كونج من المظاهرات اللي هي ضد الصين هونج كونج دولة مستقلة لكن فيه يعني الموضوع معاقل شو لكنها تابعا نوعا ما إلى الصين فصار فيه مشاكل فصار فيه مظاهرات من الهونج كونجيين شعب هونج كونج أنه ضد الصين وضد الأمور للصين تبغى تسويها في هونج كونج فديرل موري حط تصريح أنه هو مساند صار فيه غضب من الصينيين كيف أنت تساند ضد دولة الصين فقام مسح التغرير وقال أنا أمثل بس نفسي ولا أمثل الانبيئي وكذا فما زال السقط الصينيين كان موجود طلع آدم سلفر اللي هو رئيس للانبيئي وقال هو يمثل نفسه ندعم حريات تعبير لكن هو يمثل نفسه وهذا رأيه الشخصي في نفس الفترة كان الليكرز بيلعب مع بروكلين نتس في الصين مبارتين تم شيء للإعلانات ولغية النقل التلفزيوني اللي هناك وتم إلغاء المؤتمرات الصحفية لكن لعبت المباريات أوكي في نفس الفترة اللي صارت فيها هذه الأمور بعد كثير من شركات صينية ألغت عقود رعاية مع الانبيئي صار فيه امتعاد كبير شركات نقل التلفزيوني في الصين ألغت عقود نقل التلفزيوني للمباريات في الانبيئي صار الموضوع معقد لأنه صار فيه فلوس كثيرة قاعدتين خلونا نعرف حنا أن الصين بلد غني جدا حاليا ومحور اقتصاد العالم فصار هذا الشي كلام كبير جدا البعض حط امتعاض أن الانبيئي ما صاند موري بشكل كبير وأنه يعني ما أعطل حرية اللي هم ما قاعدين نسوي فيها في أمريكا وهذا الأمور كلها فصار الموضوع نقاش كبير جدا لكن ما في لاعبين صرحوا إلين نجي إلى اليوم لما صرح لبرون جيمس وقال أن ديران موري في تصريحه غلط في التصريح ولا كان متعلم بشكل كافي على الموضوع ونظرينا إحنا كلاعبين وكفريق لما رحنا إلى الصين وكان مفروض يأجل هذا التصريح يقول أن بعض الناس ما تعرف وش التبعات اللي ممكن تصير من وراء تغريدة ومن وراء تصريحة ومن هذا وممكن تدور نفسيا ماليا بدنيا وكل شيء ركز على ماليا لبرون جيمس تصريحي قال أنه هو مع الحريات ومع التعبير ومع هذه الأمور لكن ديران موري لما صرح ما كان متعلم كافي بهذه الأمور لك قاعد يصير عشان يصرح كذا وبعد أنها ضرتهم لأنهم رايحين لصين فضرت لطريق زي ما قلنا بعد لبرون جيمس ليش الناس مركزة الآن عن تصلح لبرون لأن لبرون دائما يتكلم في الأمور السياسية وأنه يأخذ استاند أو يقف مع جانب معين مثلا وقف مع هيلاري كلينتون في الانتخابات ضد دولان ترامب ودائما صرح الآن ضد دولان ترامب فجماعة ترامب الآن مستلمين أشياء على لبرون أنت الآن تدعم دولة معروفة عنها من على تصريحاتهم أنها دولة ديكتاتورية وعندها قام حريات وكذا وأمريكا بلد الحريات حسب تعبيرهم فيقولك أنت كيف الآن قاعد تسوي كذا أو لأن وصلت الموضوع إلى أن فلوسك قاعدة ممكن تتضرر لأن أنت سبع شركة نايك أنت تتبع المليار ونص في الصين لتبغى هم يشتروا من عندك أحذية كعزكم الله والملابس أو صورك كإمج إليك وفيه البعض يقولك أن حتى الانبيا أجبروه أن يصرح وبعد من قبل فترة لبرون جيمز قاعد يقول أنه يحب أن يكون في موضع السوشال أو أن يأخذ مواقف شخصية من الأمور التي قاعدة تصير في الحياة الاجتماعية مثلاً في أمريكا وفي غير أمريكا وحتى صرح أنه ما يهم أنه لو أخذ موقف أضراء مالياً وهو يشبه نفسه حتى فترة من فترات بالملاكم محمد علي لأن محمد علي جاءت فترة أنه محارب من الشعب الأمريكا وحتى من حكومة أمريكا تم منعنا يلعب لأنه ما رضي يحارب في حرب في تنام في زمنه يعني فحتى سحبت منه ميداليات ومن هذه الأمور كلها فهو يقول أنا أبغاصر زي محمد علي لكن اللي سوى مضاد جداً أنا أدري زمن مختلف طريقة مختلفة كل شيء مختلفة يعني يتكلم عن اللي قاعد ينقال الآن لسه وأشياء ما يختلف أنه الفضل الآن أنه يكون يتكلم ضد موري وأنه يتكلم مع الصين ومع هذا معنا الكثير منهم يتكلم يعني من الصحافة أنه يعرف أنه واش قاعد يصير في الصين من قمع وهذا الأمور لكن لبرون جيمس اختار الفلوس والتصريح عشان يحمي الاستثمارات حقه ويحمي أمواله ويحمي بعد اللاعبي الدوري الثانين بالنسبة لي شخصياً لبرون ضيع فرصة تاريخية كبيرة جداً أنه يكبر أكثر في عيون محبيه ويأخذ ستاند ضد الناس أعداء لأنه لو نصرح أنه مع أموري ومع حريات ومع هذه الأمور ولا راح يهتم لأمور الفلوس وهذه الأمور كلها إلا ممكن أن يصير في الصين كان بيوصل مرحلة شخصية اجتماعية خليك من لاعبك شخصية اجتماعية كبيرة جداً بيوصل مرحلة كبيرة جداً لكن أنا أعرف أن الوقت الآن مختلف كل شيء مختلف يعني ويجبر الآن لبرون جيمس أنه يعمل مثل هذا التصاريح يجبر مو أنه أوه يا غصب تسوي هكذا لا عشان يحمي استثماراته يحمي فلوسه يحمي بعض منصورته يحمي الدور اللي هو العفوية يحمي بعض اللاعبين هذه كلها أمور يصير لكن أنت لا يمكن أنك تكون يهافت بوث وي يعني أنت فترة تبقى تصرح أنك مع الحياة الأمور الشمعية اللي تصير وكذا وانت ضج القمع وانت مع الحريات اللي تصير بس لما وصلت أنه موضوع عليك ولا فلوسك بتقول لا ما بغى أصرح وهذاك مو متعلم على هذا الكلام وكذا مع أنه أنت كنت تعرف شيء غير كذا أوكي ما بغى أطول أكثر الموضوع لن نفيث شعوبات كثيرة واندرون بس أنه المهمة الآن أنه كل اللي ضد لبرون من الجماعة الطرف الثاني اللي معاديل لبرون وأنه صالفت أنه بس لعب سلة وما مفروض صارح سياسيا من الأمور السابقة اللي كانت تصير لأنه قاعدين يستغلوا هذا الشيء ومن حقهم لأنه تصريح لبرون معاكس الأمور اللي كان يسويها وهذا فهذه الفترة الآن يمديهم يستغلوا هذا الأمور وكذا شرب آند ربل وهذا الأمور كلها الآن يمديهم يستغلوها ضد لبرون لأنه تصريحها سيء وكان عنده عشرة أيام يمدي صرح لأنه كثير حتى لو تشوف القنوات وهذا من محبي لبرون الآن مو أعد من أن تصريح لبرون وشوف أنه تصريح ضعيف وما هو من نوعية تصريح لبرون لأنه يتصريح مع الحريات ومع هذه الأمور وفجأة كذا بس أنا فاهم الموضوع أن الفلوس لما نوصل وصل عند الأمريكان لما نوصل عند الفلوس ترخ خط أحمر عندهم زي هادفان إلى خط أحمر لا يمكن يتنازلوا لما يوصل الفلوس المبادئ تكريبا تروح الآن كيف يكون تأثر على لبرون لبرون دخل ملعب توقع ما راح يتأثر أبدا كيف يتأثر الدوري ما توقع يتأثر ناس بتضل تشاهد بس الإمج حقة لبرون المشتريات ما أدري إذا بتأثر كثير لأنه من قبل لبرون لما ياخد مثلا إستان ضد جماعة ترامب في كثير منهم بيشاهدوا سلف قاطعوا منتجات هؤلاء ما أدري فالآن نفس الشي يعني بس المشكلة من الآن من الجهتين المعادين اللي كانوا للبرون واللمحبي للبرون ضد تصريح لبرون وهذا الشي بس كيف يتأثر لبرون ما أدري في الغالب الأمور رصير زي كذا مع الوقت تبدأ نسيانها وتروح وتروح مع الأمور اللي راحت من قبل ما توقع أن التأثير بيكون كبير على لبرون دخل ملعب ولا توقع هذا الشي بصير لكن النقطة الأخيرة اللي أبغى أوصل لها إنه لا نمجد في شخصية أنا بعيدا عن كرة السلة يعني هو في السلة شيء آخر في الأمور الاجتماعية الثانية لا نمجد بشكل خارق جدا إلى مرحلة تنوصل إلى مرحلة ممكن يغلط في النهاية لما توصل للفلوس وهذا الأمور كلهم أو معظمهم بيكونوا نفس الشيء طبعا لبرون نحط في الواجهة لأنه هو واجهة الدوري ما زال واجهة الدوري ما زال يعني حتى إذا الكثير ما يعتقد أنه هو الآن حاليا أفضل لاعب في الدوري ما زال هو واجهة الدوري فنحط في هذا الموضوع فصار هو المفروض يتكلم ويحمي الدوري متأكنا آدم سيلفر له رئيس الرابطة قال له أطلع وضبط صورتنا حاول نضبط صينيين من جليل حاول تحمي اللاعبين لكن اللاعبين ثانيين نكلمونه اطلع عشان تحمينا لأن الموضوع في استثمارات والأموال وهذا الأمور ومو بس للبرون لحتى بقية اللاعبين كل اللاعبين شوفوا من يروح الصين معتزلين وحاليا مثلا من المعتزلين لكوبي كل يروح الصين وعنده استثمارات في الصين ولو صار الموضوع لكوبي بيسوي نفس الشيء لو صار لستيف كري قال لي صرح بيصرح نفس الشيء دورانت كل اللاعبين جيمس كل هم عندهم استثمارات في الصين ويبغوا ان هذا التصريح يصير وطلع العنصار لكن في الواجهة لبرون جيمس وهو لهم بيستحمل هذا الضغوط لكن متأكد تماما لو صارت لك كل اللاعبين المميزين سابقين والحاليين بيسووا نفس الشيء وبيحموا استثماراتهم بنفس الطريقة